في تعز فقد تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على حي المرور في المدينة وكذلك على مبنى فندق كان يتمركز فيه الحثيون على مدى الأشهر الماضية ويقومون بعمليات القنص منها من جهة أخرى لقي مدنيان حتفهما وأصيب أحد عشر آخرون بجروح بينهم نساء إثر قصف غير مسبوق للحثيين تتعرض له لحياء السكنية في المدينة منذ يوم أمس بحسب ما أفادت مصادر طبية وقال شهود عيان إن الحثيين قصفوا بصواريخ الكاتيوشا وقبائف الهون والدبابات حي الرودة والتعبان من مواقعهم التي يتمركزون فيها على جبل السلال ومنطقة الصالة